أصبح حديثاً بالبنط العريض على قولة أخواتنا المصريين والوكالات تتناقل هذا أن الحكومة الإيرانية والمرشد الأعلى والقيادات العسكرية تفكر بصوت عالي أنها بصدد إرسال قوات عسكرية نظامية إلى داخل سوريا لأنه كما قلت في مقدمتي وبناء على اعتقادات الآخرين أن سوريا آخر المعاقل التي بقيت إلى إيران بعد الذي جرى في غزة وجرى في الجنوب اللبناني ما حقيقة ما يقال اليوم؟ يعني واضح أن ما يحدث اليوم في سوريا هو تداخل بين مستويين المستوى الصهيوني والمستوى التكفيري وعمقه التركي في ضرب الدولة بنيت الدولة السورية والجيش العربي السوري أولا إيران تنظر إلى الموضوع من زاوية أن الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ لا يمكن أن نتصور إذا انفلشت التيارات التكفيرية في سوريا لن تؤثر على العراق وإذا انفلشت في العراق لن تؤثر على إيران لا هذا الموضوع مرتبط بأمن الدول ومرتبط بالأمن الإقليمي برمته من هنا نعم إيران تشعر بمسؤولية تاريخية تجاه هذا الموضوع السيد عرقشي وزير الخارجية قال بصوت عالي إذا ما طلبت سوريا من إيران إرسال قوات فإن إيران ستدرس هذا الطلب هذا الموضوع أولا ليس جديد يعني إيران سبق وأن أرسلت المستشارين العسكريين من أين ستدخل هذه القوات أنتوا لديكم حدود مع سوريا يعني ماكو غير دخول من العراق لا جوان أيضا ممكن أنت تعرف جوان صابة يا سيادتل يا أستاذ إيران يعني بالجو ممكن تضربها إسرائيل وممكن تضربها أمريكا وممكن تضربها أي يعني خلنا تحدث بواقعية بالتالي راح تستخدمون العراق لإدخال القوات إلى سوريا احتمال العراق وارد واحتمال الجو موجود الآن هناك طيران بين طهران واللاذقية أما هل يمكن لإسرائيل أن تتعرض لها كذا مثلا طائرة نعم هذا الإمكان موجود ولكن ما دامت إيران تمتلك القوة في ضرب الكيان الصهيوني وتمتلك الإرادة في ذلك الكيان الصهيوني يجب أن يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بهكذا عمل عندما قام بضرب القنصلية الإيرانية رأى الرد الإيراني يعني الكيان الصهيوني متى يستهتر عندما لا يرى أن هناك رد فعل من الطرف الآخر ولكن عندما يكون هناك رد فعل الكيان الصهيوني يلجم بشكل أو بآخر ما أرد أن أقول أن إيران تستشعر أن الأمن الإقريمي في خطر وأن مساعدة سوريا الآن فرض على كل دول المنطقة وعلى إيران بالتحديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة